بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورضوه أما نسأل الله التوفيق في مسحانة هذا ولا نكف عن تنجيد علمائنا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عليه الصلاة والسلام يذكر عليه كرم الأوجه وربي سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام له من الشباب الأول هو علي الذي آمن به ثم خلفه على أهل المدينة حين خرج نبيه عليه الصلاة والسلام لغزو التبوك فقال له وعليه كرم الأوجه أتخلقني على النساء والصديان فإجابه النبي عليه الصلاة والسلام بكل رحمة وأدب وحكمة أما ترى أن تكون مني كما كان بين موسى وهارون لكن لا نبي بعد يعني أنت اعتدتك المقام الضايا بالنسبة لي وذكرت لك أخوين كريمين وأنا وحكمة أخوة والكلاة لكن الذي يفرق بين المنزلتين منزلة هارون مع أخي موسى عليه الصلاة والسلام ومنزلة النبي عليه الصلاة والسلام مع قادة قرات الإسلام بعد نبي عليه الصلاة والسلام هي أن لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن موسى عليه الصلاة والسلام خلفه وخلفه خلفه كثير من الأنبياء هناك تعج تعج تاريخ بني إسرائيل بالأنبياء لكن والعياذ بالله قوم بهم قوم أدنى مستوى من الأنعام لم يفرح فيهم هذا العدد الواقع أنا بي الفيضة نبينا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام دعا لمن ماصر عليه دعا بالمجد والخلود في الدكة الحسن ودعا على من عاده أي كل إنسان يبغى سيدنا عليه كرم الله وجهه فهو ليس منا سواء كان قادة الشيعة والسلام لا يهمه وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم مخاطبا علي كرم الله وجهه لك فيك اثنان كلاهما أنا متطر أما محب تطرر بحبه أو مبغض وتطرر بمغضه بإذا أن حكمة الإسلام تريد مننا أن نكون أم وسط فلا نبغب بريدنا بدون حد بل نجعل له فرصة قد يعود من أصدق المولين للإسلام هذا الذي بينك وبينه أداوة ونائب وارث حكمة الرايح تكوني في أخر حياة الخلفاء الرشدي الأربع الأربع تكون ملي الرايح بالأخير واشطنا عليك رم الله وجهه وحامل الرايح البيضة بصنة الغراء والبدعة العوجة لها قال يعني يكره العوجات في هذا الدين يعني لا يحتمل البهتان هذا دين جلال ودين حقا ودين طبع الرحمن لنفق عليه وكاشف عن محية كل غامرة هو يكشف الغموض والتلوز والكيد خمار والمجتلى للعسد والجاري وعاء المكنون مكنون السرار المخدرة منها للمستطاب المشرب الحالي إن قيل من لا يكنه ولا يكنه قل أبو حسن عالم عالي علي ظلم علي الظلم الكالي هذا الثلاث التي سعد الرضا روى من سيد الرسل عليه السلام ولا تؤتى ولا تؤتى ولا تؤتى بأمثاله يكريكا في فضل ما صح مسنده فنسجه العالي لم ينسج بمنواه السلام يعني وحيد في في حكمي وليحب يار شوية من الحكم عليه أن يرجع إلى هذا المرجع الذي استعمله كثيرا وقيل كذلك فيه وهو أهل ذلك وراء عمر السادة المولى أبو حسن سيف القبار ثم بحر العلم الزخار ومعدن الجود والثنيا مطلق وبتا ثلاثا فتا بالفضل المشهر صلق من قال هذا القول لأنه في موضعه وإحقاق حق سيدنا عليه كلم الله وجعل هذه الأمة والسلام عنهم نتبع لبدع